مشاهدين إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال فترة الأسبوع القادم نلاحظ أن هناك ارتفاع تدريجي وقليل على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين أما التفاصيل فسنوافقكم بها بعد الفاصل مشاهدين أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى الأحوال الجوية المتوقعة يوم غد الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة أجواء لطيفة بالنهار لكنها تميل قليلاً إلى البرود أثناء الليل وخاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات صباح الباكر العظمى المتوقعة في إربت 25 والصورة 14 والمناطق الشمالية أما المناطق الوسطى 21-13 والمنطقة الجنوبية 20-13 العقبة 33-24 والبادية الجنوبية الشرقية 24-16 والبادية الشرقية 26-15 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء ربيعية لطيفة معتدلة دافئة بشكل عام الحرارة العظمى المتوقعة في إربت 29 والصورة 18 لاحظة أن الأجواء مشمسة بالنهار في معظم مناطق المملكة عمان والمنطقة الوسطى 25-16 المناطق الجنوبية 24-16 البادية الجنوبية الشرقية 27-17 وخليج العقبة 36-26 درجة مئوية بينما المناطق الشرقية 29-16 درجة مئوية يوم الثلاثة تقريبا لا يوجد تغيير يذكر عن يوم الثنين أجواء مشمسة معتدلة بالنهار لطيفة بالليل والعظمى المتوقعة في إربت 29 والصورة 16 المناطق الوسطى 25-14 المناطق الجنوبية 23-12 العقبة 37-24 والبادية الجنوبية الشرقية 27-16 أما البادية الشرقية 30-17 درجة مئوية يوم الأربعة ستشهد المملكة انخفاض على درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها بقليل ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية والأجواء مشمسة بشكل عام في المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 25 والصغرى 15 المناطق الوسطى 21 إلى 11 وأيضا مناطق الجنوبية 19 إلى 11 لكن باللاحظ أنه تميل قليلا إلى البرود يوم الأربعة ليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر بحيث تصبح الأجواء باردة نسبيا أثناء الليل البادية الجنوبية الشرقية 23-13 وخليج العقبة 33 إلى 23 درجة مئوية وأيضا البادية الشرقية 31 إلى 16 باللاحظ أن الأجواء في العقبة تكون معتدلة إلى حارة نسبيا بالنهار لكن تكون لطيفة أثناء الليل يوم الخميس ارتفاع على درجات الحرارة لتعود درجات الحرارة تقريبا حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل إربد 25 إلى 14 والمناطق الشمالية مع ظهور بعض السحب المنخفضة المناطق الوسطى وعمان 21-22 إلى 12 والمناطق الجنوبية 20 إلى 12 أيضا المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية تميل إلى البرود قليلا أثناء الليل خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العقبة الأجواء حارة نسبيا بالنهار لكنها معتدلة ولطيفة ليلا 34 إلى 23 البادية الجنوبية أيضا لطيفة بمعتدلة نهارا لطيفة ليلا 24-14 والبادية الشرقية 29 إلى 15 درجة مئوية يوم الجمعة القادم ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح قريبة من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة والأجواء مشمسة بالنهار معتدلة نهارا لطيفة ليلا في المناطق الشمالية العظمى المتوقعة 27 والصغرى 18 في منطقة عمان والمناطق الوسطى 24-16 والمناطق الجنوبية 23-14 العقبة أجواء حارة نهارا وأيضا معتدلة ليلا 35 إلى 25 والبادية الجنوبية الشرقية 27-17 والبادية الشرقية 29 إلى 18 درجة مئوية مشاهدينا نتمنى للجميع عوقاتا سعيدة بأجواء لطيفة إلى معتدلة بالنهار لكنها قد تميل قليلا إلى البرود أثناء الليل خاصة في ساعات الصباح الباكر شكرا لمتابعتكم ولكم أجمل تحية من طقس العرب النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري